ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر الخامس على التوالي تأكيدا على نجاح فكرة تنظيم هذا السباق الذي بات حدثا مميزا على مضمار البحرين والسمعة الطيبة التي اكتسبها السباق في أوساط عالم رياضة سباق الخيلة بجانب المردودات الإيجابية والتي تحققت وعززت مكانة مملكة البحرين على الخريطة الدولية لرياضة سباق الخيلة عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة ونائب رئيس الاتحاد اسم الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة اجتماعا مع المدرب الأرجنتيني لمنتخبنا الوطنية الأولة إخوان بيتسي وجاء الاجتماع بهدف مناقشة برنامج المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة بالإضافة إلى استعراض احتياجات المنتخب ومناقشتها وفق الخطة المعدة من الجهاز الفنية بقيادة المدرب الأرجنتيني بيتسي وحول المرحلة المقبلة للمنتخب في التصفيات والتي ستشهد خوض المنتخب الأول أول مبارتين رسميتين عبر التصفيات المزدوجة الأسيوية والمؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027 حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري على تهنئة لاعب منتخبنا الوطني للبليارد عبدالله عيسى الحائز على المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة العالم لبناء الأجسام في مدينة سانتا سوسانا الإسبانية خلال شهر نوفمبر الجاري في فئة الماستر فيسك سبق لعبدالله عيسى أن توج بالميدالية الذهبية أيضا في بطولة غرب آسيا الرابعة لكمالي الأجسام والتي يقيمت في مملكة البحرين خلال شهر أغسطس الماضي والتي حقق فيها منتخبنا الوطني الأول المركز الأول متصدر للمنتخبات المشاركة أنهى فريق النجمة مشاركته في بطولة العالم للأندية لكرة اليد السوبركلوب والتي اختتمت منافساتها يوم أمس الأحد باحتلالها المركز الثامن وجاء ذلك بعد أن خسر النجمة أمام نظيره الكويت الكويتية بنتيجة 24 هدفا مقابل 29 في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن وهذا يعد المركز متراجعا بالنسبة إلى فريق النجمة بعد أن حقق في النسخة الماضية المركز السابع في نسخة 2018 ترجمة نانسي قنقر